ترجمة نانسي قنقر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع جامعة الدول العربية إنجازات تنموية متميزة في مجالات التنمية البشرية حققتها مملكة البحرين قبل موعدها فاليوم على هامش المنتدى العربي رفيع مستوى للتنمية المستدامة تطلق البحرين تقريرها حول تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية تغرير جاء يجسد مكانة البحرين على المستوى العالمي في مجال التنمية المستدامة ويوضح بجلاء جهود حكومة البحرين وشعبها في تحقيق معظم الأهداف الإنمائية البحرين أصدرت تغارير سالغة بهذا الشيء وكان دائما في تقدم محرز لما نصدر هذه التغارير ومعنى أن نحقق المؤشرات بس في السنة هذه وإنما تحققت قبل سنوات يعني في بعض المؤشرات تحققت حتى قبل نبدأ الفترة وبعض المؤشرات تحققت في عام 2010 وما بعدها وبالتالي أقلب المؤشرات التي عرضناها اليوم تحققت قبل هذه الفترة بسنوات توفير التعليم المجاني وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين إضافة إلى توسيع نطاق التضامن الاجتماعي ورفع مستوى الرعاية الصحية أمثلة على ما تم إحرازه بعدما تبنت حكومة البحرين الأهداف الإنمائية للألفية منذ عام 2000 وجعلتها نصب عينها البحرين نستطيع أن نقول من 2000 كانت هي محققة بعض هذه الأهداف وخاصة في ظل العهد الإصلاحي لجلالة الملك بدأ عهده بإصلاحات كثيرة استطاع من خلال أن يحقق الكثير من الأمور من خلال السياسات التي تم وضعها وضعتها الحكومة لتحقيق هذه الأهداف مملكة البحرين من الدول التي عرفت بالتزامها بالاتفاقيات والمعايير الدولية في شتى المجالات ولعل تقرير اليوم يبرهن مدى ذلك الالتزام خصوصا وأنه صدر في توقيت هام لا يفصلنا عن الموعد النهائي لتحقيق أهدافه سوى بضعة أشهر بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا